من أهم المواقع اللي لا غنى عنها لأي أستاذ أو أستاذة عايز يشتغل باستخدام الذكاء الإصطناعي هذا الموقع الرهيب كنز معنى الكلمة اسمه schoolai.com وأجمل ما فيه ان احنا نقدر نستخدم كل اللي فيه ببلاش مش هندفع حاجة طب ايه الفرق و ايه الاشياء اللي انت ممكن يعني شايف انها تفرق معانا حقيقة حاجات كتير لكن النهاردة هركز على نقطة واحدة فقط لغير هو ده الموقع يا دي الوجهة بتاعته schoolai وأجمل ما يميز هذا الموقع اللي مكتوب في الجزئية دي ان هذا الموقع مصمم خصيصا للمراحلة الابتدائية والاعدادية والثانوية لها بيسموها k12 بص بقى ده بقى جديد هو ده we built in monitoring and controls for teachers يعني ايه تخيل كده ان الطالب بتاعك قاعد يعمل chatting على chat gpt انا مانش عارف هو بيعمل ايه بيقول لي مسلا انا بدرس حاجة بذاكر انا هشتغل احنا مسلا في اللاب قاعدين اهو عندين اكتيفتي وكل الطالب قاعد بيقول لي اهو انا بشتغل ولكن في حقيقة الامر هو قاعد بيلعب ماذا لو الاستاذ قاعد بقى على مكتبه قدامه الكمبيوتر عنده الداشبورد بتاعته فتحها ويقدر يشوف كل طالب على حي ده بيعمل ايه بيكتب ايه وبترد عليه من الشخصي اللي هو بنقشها ازاي وايه هي بقى ردوده حاجة كده بيسموها ethical considerations زي ان احنا نستخدم هذه الاشياء بطريقة صحيحة واخلاقية تعالوا نشوف في هذا الفيديو هذه النقطة اللي حقيقة اتكلمت عنها في المؤتمر ملتقى الرابع السنوي في جامعة السلطان قبوس وزي ما عدتكم انا اتكلم معاكم هنا لان ده حقاكم عليها هكلمكم عن كل هذه النقاط اجاب لكم النقطة من اولها دي من المزايا الاربعة اللي اتكلمت عنها مزايا استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم بشكل عام انا كاستاذ انا عايز استخدم الذكاء الاصطناعي عشان يزود لي باقي اسمع كده معايا وركز زيادة المشاركة وجعل التعلم اكثر جاذبية ومتعة للطلاب مشكلة مش كده دايما الطلاب عندهم ملل يعني بيكرهوا المدرسة وفي صفوف بعينها بيكرهوها طب ماذا لو حولنا التعلم الى متعة حقيقية ده اللي انا جاي اتكلمكم عنه في هذا الفيديو من خلال اكتر من النقطة لكن النهاردة انا هتكلم فقط عن هذه النقطة اللي انا مسميها ايه بقى اقربة معايا في هذا الجزء الموقع الثاني schoolai.com من مزايا هذه المنصة ان الاستاذ يستطيع ان يرقب تفاعل الطلاب مع روبوت دردشة خاص بالمادة العلمية اللي بيدرسها على عكس الدردشة مع اي موقع اخر زي مثلا chat gpt او موقع characterial اللي انا هتكلم عنه فيما بعد مش النهاردة يستطيع المدرس ان يجعل الطلاب يتحدثون مع شخصيات تاريخية وهو بيرائب النقاش الطالب يستطيع ان يستمع الى الاجابة دي نقطة مهمة مش بس بالكتابة لا انا اقدر اكتب او اتكلم وفي نفس الوقت اقدر اقرأ ما يكتبه اينشتاين انا اقدر اتكلم مع اينشتاين هنشوف طبعا بطريقة virtual يعني او اسمعوا فدي النقطة المهمة ان يجعل الطلاب يتحدثون مع شخصيات تاريخية الطالب يستطيع ان يستمع الى الاجابة او يقرأها ويستطيع الرد ايضا بالكتابة او الصوت خلاصة القول الطالب يتكلم ويستمع الى الشخصية تحت رقابة الاستاذ انا معرفش اي بنامج اخر بيعمل ده لو انتو تعرفوا قلولي لكن انا معرفش انا في الاكاديمية منذ سنين وسنين تعالوا نشوف هذا الموقع بقى هيشتغل ازاي بشكل عملي هي دي الوجهة طبعا بتسجل بالايميل بتاعك انا هدخل على طول على الاكاونت بتاعي كده انا دخلت اهو هذه هي الوجهة او الداشبورد الخاص بيه طبعا ان شاء الله يعني هناك اشياء كثيرها بشرح لكم فيما بعد لكن انا النهاردة محدد stay focused فاكرين ثلاث حاجات بتوعنا take action stay focused تركز في اللي انت بتعمله ما تشتتش نفسك واستمر دائما ابدا هدخل على discover هي دي اللي انا عايزها اجي هنا على meet the author اضغط عليها انا دلوقتي بدرس مادة وليكن تاريخ وليكن ادب وليكن يعني مثلا عالي ابني في المدرسة اللي هو فيها دي مدرسة انترناشنال وبيدرس الحاجات دي طيب انا هقول له مثلا ادخل على وليام شيكسبير هنا شوفوا بقى انا الاستاذ مش كده انا الاستاذ طلعت لي هذه الصفحة هعمل ايه هضغط على launch اخد اللينك ده ادي للطلاب بتوعي في الكلاس هدي اللينك ده وليكن هنا اهو هدخل انا دلوقتي طالب خدت من المدرس اللينك هذه الصفحة تفتح هكتب اسمي هنا وليكن انا اسمي مثلا عمر اي اسم اهو عمر جوين فتحت لي بالشكل ده انا دلوقتي طالب ودي الصفحة اللي اتفتحت لما الاستاذ اعطاني اللينك اهو وليام شيكسبير على اليمين زي ما انتم شايفين معلومات مكتوبة وهنا بيقول لي بقى ايه مقدمة كده جود مورني بسبب الله جود مورو اي ام وليام شيكسبير طبعا انا عايزة اسمع اعمل ايه اضغط هنا سبيك شفتم بلايرايت بتكتب ازاي ما تنسوش بلايرايت يعني فيها W-R-I-G-H-E اجي هنا هافترض ان انا طالبه وهكتب له مثلا ايه فكتب لي رد هبدأ بقى ناقش معاه ممكن اسأله عن اي شيء ممكن اسأله عن مصرحية انا شخصيا انا مثلت في مصرحية اسمها كانت لوليام شيكسبير وانا في اولى وانا بدرس الادب الانجليزي فممكن اعود اناقش بقى للصبح عنها طيب فين بقى دول المدرس اهو تعالى هنا او عمر مش احنا سمينا نفسنا عمر اهو عمر هنا اضغط الاقي كل اللي بيكتب مش هو قال له اهو انا اراقب الطالب اشوف اللي بيكتبه فهذه هي النقطة كده انا بحببهم في اللي هما بيعملوه بعضية طريقة يا اساتذة يا اللي بتسمعوني جربوا هذه الطريقة جميع المواد هاي سبجيكس كل حاجة موجودة هنا جربوا هذا الموقع ودلوا غيركم عليه واووا وتوقفوا المعلومة عندكم عيب والله العظيم بجد شيم اون يو لو توقفوها عندكم تقولوا بقى لا انا بقى ايه هستحوز على الشيء ده وهخلي لي انا عار لو احنا نعمل كده كتاب مشهور اسمه شو يورورك بكرة ان شاء الله هنكمل ما زلنا عندنا حاجات كتيرة جدا نكملها في هذه السلسلة وطبعا هاذه وطبعا ده البرزنتيشن من اقول الاخره برضو هسيب لكم الرابط بتاعه وكل التفاصيل موجودة عندنا على قناتنا ايضا على التليجرام وبردو على صفحتنا على الفيسبوك ده اللي نعابيتلو في هذا الفيديو سبحانك اللهم ربنا وحمدك اشهد الليلة لانت استغفرك واتوب اليك ترجمة نانسي قنقر